السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم في قناة حريمة الفيلالي اليوم إن شاء الله وبما أنه رمضان على الأبواب لا يدخلوا علينا وعليكم بصحاء والسلامة وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين سنخصص هذا الفيديو باش نتكلموا فيه على مجموعة من المعسلات الحلوية الرمضانية السفوف وحتى العسل اللي فيتلي محضرة معكم يعني ضمن تحضيرات الرمضانية وبأن الحادقات طبعا غادي بدا وفاة تحضيرات في هاد الأيام فقد نعطيكم مجموعة النصائح باش ينجحوا معكم هاد الوصفات نحاول نجاوب على عديد من الأسئلة اللي فيتطرحات في كل وصفة باش إن شاء الله الكل ينجح في تحضير هاد المعسلات وهاد الحلويات كثير من الأخوات جربوا مجموعة من الوصفات وانجحات معهم ولله الحمد والأسف بعض الأخوات يعني كي يقوم مشكلة ببعض الوصفات يعني ومع أنه كي يكون ذكر في الفيديو السبب اللي ممكن أنه يؤدي هذه المشكلة نبدأ بأول حاجة اللي هي سلو أو سفوف أو لع كل منطقة لش كتسميها فيتلي محضرها معكم يعني تلقوا الرابط دير كل وصفة في صندوق الوصف أنا كنحطة بطريقة اللي فايتلي قلت لكم عليها فيه اللوس فيه كوكو وفيه دقيق مقلي هذه اللي جاءت لبعض الأخوات يعني مختلفة عمروما شربوها لشربوها عجباتهم بزاف وعطاهم نتيجة ووجههم سلو زوين بزاف وعجبهم ولماذا لا تجربت؟ يعني كنقول لها بأنها تطحين أو لطقيق مقلي فهي مزيانة بزاف قد أعطي تعليك نزلو حتى مضاق زوين من تطقيق بذلك الطريقة بالنسبة للطقيق فما يكون محمر من قبل الطقيق تكون أبيض عادي ديال الفورس كنقلي وغيب شوية فكمية من الزيت حتى يعطينا اللون البنيء والكمية الأخرى كنحمروها بطريقة اللي بغيته يافل الفرران يافل الكوكوت كي وريت لكم في الفيديو بالنسبة لذلك 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 تبقى على حساب الاختيار ولكمية حتياته على حساب الاختيار ووش أنتي بغيته يكون مقوم بزاف أو لا تكون غيب شوية وحلى حساب طبعا الإمكانيات لأسرة التي يحصل العوان من المواد ومن المواد الأخرى بالنسبة للوز لنستخدم الكوكوت نضيفه لكي نحاوله على الميزانية لأن اللوز غالب بزاف وكوكوت يأتي مزيان من المواد الأشعة لأن الكوكوت لا يوجد هذه القضية فهي غالطة 100% لأنه يجب مضاق الغذائية من المواد الأشعة نضيف كمية كوكوت من المواد الأشعة كما قلت لكم يكون بحال كمية اللوز وكوكو و الذي يريد أن يضيف زرعت الكتتان وصوجة فهو لكم الاختيار ضيفوا كمية اللوز وضيفوا بالنسبة للعسل كما قلت لكم فهو لا تضيفه بكمية كثيرة لأنه ينشف خصوصا ما يريد أن يكون ميت دم ومجموع لدينا نقطة أخرى الزبدة الزبدة يجب أن ندوبها و تكون من نوعية يعني ديال العبار ماشي ديال البوطة باش كتعطينا مطاق جيد و كندوبوها بشكل جيد حتى كتنشف ما كيبقاش فيها الماء باش ما كتضيع الناس اللو من بعد ما كيغملش وما كيديرش الريحة لذا دوبوها بشكل جيد حيدوا من هالما قاعد لي فيها وضيفوها وممكن تطيروا كمية ذيال الزبدة مع كمية ذيال الزبدة و تكتفيه بالزبدة و تحب بوحدها أو لا تدلوا الزيت بعده يعني هذه المسائل كلها تبقى على حساب الاختيار ذيالك غير الزبدة تعطيها مضاق محسن من الزيت لذا كما قلت لكم ضيفوه كمية ذيالك فيها 1 كيلو دوبته و محتاجت الزيت عود الضفت و بالنسبة لطريقة الاحتفاث فكندلوه في واحد سطل أو لبوطة وكنسدو عليه في رمضان لا يقالوا حتى تغيير كل مجلس يزيد تمتازج و يزيد يبنان و يزيد يطلق ليدام لذا تبقى لنا صرح كما هي و ستحصلوا عليه و ستحصلوا له و يعجب العائلة لكم كاملة بالنسبة للمعسلات كاملة فلا سوف نتحصل معنا الى ما كان العسل مزيان ما هو العسل المزيان الذي يصلح للمعسلات انه يكون تقيل و دائما كنكرر لكم في الفيديوهات كاملة خاصه يكون تقيل تقيل مزيان كنلقى و مشكل شوية في العسل الأولى خصوصا المبتدئات فنحاولوه كما قلت لكم في اي فيديو نحاولو ندلو العسل فوق الحلوة منطفيه و نبركو عليها قلية الأولى فقط فهو يسخن و يبدأ يمتسج معهم إذا كان خفيف فلا سوف يسخن نهائيا في الحلوة و ضغية تنشف و خط وضعوه في التلاجة لذا العسل يكون تقيل لم يكن يحطن طيبه و نضيفه بزماء الزهر فهذا يضيعوه و يجعل الحلوة ترطاب مع الوقت بغيت و ماء الزهر و نضيفه مع الماء في الأول بالنسبة للمسكا فكتزيد تعلق من العسل و تعطيه مضاك ممياز نضيفه الأخير و لا يوجد عمله لذا يكون السكر نحن مميزة لذا السل يكون قليلا و لا يجعله صنع منزلي لا يجعله جيدا يجعله جيدا و لا تضيفه لذلك السل المنزلي يجعله بزماء في ماء الزهر سوف يتقلون لكم و سوف ينجح معكم بالنسبة للناس الذين يساولون على القليكوز و سوف يضيفونه حتى يتقلون و يعقد العسل إذا تضيفونه مع العسل نوعية جيدة لكي يتباع العسل الذي يتباع القليكوز في الحوانة و عند البقال سوف يضيفون شبكية أو بريوة و سوف يتباع المنطورة سوف نشاهد لكم المعسلات الإشكالية التي تطرحت بالنسبة للعسل هو التوقيت لأنه يتباع 40 دقيقة أو 45 أو 35 دقيقة يبقى الفرق بين النار و مجهده و متوسطه و نقصه يعني بعد الأخوات يتقل بالنسبة للخفيف فإلاجك خفيف لا يوجد مشكلة أسئل يضيفونه ذلك وهذا من المعسل اما المعسلات هي الشبكية التي يتباع المنطورة اشتركوا في القناة شبكية ناجهة مئة في المئة اشتركوا في القناة شبكية ناجهة مئة في المئة مجموعة من الأخوات سنجربوها ونجحات معهم وعجباتهم بزاف إلا بعض الاستثناءات التي تترس لهم وكيف قلت لكم في واحد التعليق وهو متبات الأخوات المبتدئات لغير القاوم مشكل في التعسل اشتركوا في القناة شوشة في الأول وعسل يكون تقيل وإذا لم تتوضعها وكيف تتغطي عليها فهي طبيعة الحال سيتهرس لك لذا لم يكن لديك خبرة في التعسل وقفتي تتهرس لك نقصي من كمية الخل الخل هو لكي هشها لذا انا دايلكم منسكا صغير مملوء نضيف تقريبا 1 ربع الكأس فقط لكي لا تجد مشكلة في التعسل ويجب أن ترس لك بالنسبة للشباكية العسل يجب أن تكون تقيل نرققها لكي لا تكون قصحة بزاف لكي لا تريد أن تجمع هذه تكون قصحة بزاف تكون عادية وفي نفس الوقت تطحنوا جميع المكونات وتغربلوها بشكل جيد لكي لا تتقطع لكم الخطأ لكي لا تغربوا الزنجلان ولا تغربوا النافع والقرفة فكتبقى تقطع لهم نطحنوا هذه المكونات كاملة بشكل جيد وجمعوها بالمواد التي يجب أن يكونوا سخانين لكي تجمع لكم بسرعة بالنسبة للأخوات التي يريد أن يقليوها في نفس اليوم أخيرا لا تضع الخبز وكتبقى الخامير وكتبقى الخبز وكتبقى الخبز تجمعها بالشبك وكتبقى بشكل جيد لا تحدث معجز لكي تدعم تعني أن تضع الخبز ونبدأ الخبز من المجمد أصلي تشعر لم يكن المكان فلغاً وكتبقى الخبز أو الشمس يمن المجمد يمن المجمد يمن المجمد وبالنسبة للشباكية ، ربما تكون لديكم المقادير وما لم تطبقتوا هذه النصائح كاملة التي أعطيتكم فلا تنجح معكم لا يمكن أن تطبقواها في زيت بردة التي تتحليكم في القليل إلى مجموعة هذه النصائح التي تتبعوها خصوصا للمبتدئات لأنها ناجحة 100% لا أعطيكم وصفة إلا تكون ناجحة وخصوص هذه الشباكية والبريوة يعني المسائل التي كنت أنا دائما نخدمها في الكموند ونعطيها الناس وكتعش بهم بشكل كبير يعني وكتكون مطلوبة إذا فهي ناجحة تبعو المسائح عفكم لتنتجح معكم الآن سنتقلوا إلى المعسلة أخرى اللي هي البريوات اللوز أو الكوكو يعني بجوجهم حضرتهم معكم في القناة سأحطي لكم كما قلت لكم الروابط في أسفل الفيديو إلا بغيتوهم بالنسبة للبريوة اللي هي هذه اللوز اللي حضرت معكم السنة الماضية طبعا تبعو نصائح البريوة الورقة تكون رقيقة وتكون بزيانة العقدة تكون مطلوقة ما تكونش قصحة باش مكجيناش البريوة قصحة نقليوها في زيت اللي ساخنة ونقصو العفية مزيان باش كتتتقل على خطرها وكتتقرمش من داخل ومن بره لاجهة تكون قصحة عرفوا إما الورقة كتكون خيبة نعلم بره إما الورقة خيبة إما ما أعطيتوهاش الوقت وكتبقى كجير طبا من داخل ومن بره كتقصح لذا تبعو نصائح كما هي دلوا عقدة لها مرخوفة مش مشكلة تكون مرخوفة مش بحل الكعبة دلوا المكونات كما هي الزبدة ما أظهر المسكاء الحرة يعني والسكر والمسائل الأخرى كاملة ما دلواش للقرفة لإنك تغير المدق نهائيا دياللوز مع البريوة ومع الكعبة اكتفوا المقادر اللي إذا قليوها كما قلت لكم بشكل جيد بالنسبة للأخوات الذين يريدون أن يحتفظون بها حتى يقرب رمضان عاد يقليوها ممكن هي من الأحسن نقليها وتنني ودليها في بوطا فرقي كلها طبقة وطبقة بالفيلم المنطق أو البلاستيك الخدائي وخليها وكل مرة جبدي واحد الكيمية لدوز لك واحد المدة ديال 3-4-5 وخليها في الثلاجة تحت تبقى من زيانة قبطة العسل خصوصا إذا كنت عسل بشكل جيد يعني عسل هي خاطرة تكون ناجحة مئة في المئة كثير من الأخوات سولوني على الورقة الصنع منزلي اللي إستهية حضرتها معكم في القناة فأنا لم أكن أريد أن أقول لكم في فيديوهات اللي وصفات اللي كاتتقلة بأنكم تدروا المنزلية لماذا؟ إنك لم ترتيها بشكل صحيح يعني أنا كنحضر بها البريوة وكنت نجح لي وإنما كندرها رقيقة كما تشوفوا معي في الصورة كتكون ورقة لها رقيقة وما تكون شغلة إذا وما كنغطيها بالبلاستيك ويمزل سكونة أو شيء باش ما كتتعرق معي فوقت تعرق وكندر بها وكنبغي نقليها كسبقها كتتقطع لذا إذا لم تغفرت لكم الورقة ديال البرة ديروا ديال المنزلية وإنما عفاكم تبعوا النصائح باش ما تضيع لكم ش المجهود ديالكم يعني حتى تحضروا البريوات تبغي تقليوها وتقاكت تقطع لكم فأرا هكا تصلاح كما أقول لكم شرط أنها تصوي بطريقة صحيحة وهذه السنة حضرت معكم البريوات ديال الليوز على شكل الصيغار والفرق كان بسيط فقط أنني النص درته مقلي والنص درته ممقليش يعني ممكن تحضروا البريوات المثلتين بنفس الطريقة العجينة كما قلت لكم أولى العقدة تكون مرخوفة ونتبعوا النصائح هذه تنجح معكم حتى هي بالنسبة لما غاديتكي كي بريوات ديال الليوز أو لا كي بري نوع فكنحضروا حتى البريوات ديال كوكو بنفس الطريقة ديال الورقة حتى هي تكون يعني رقيقة وزوينة وكندروا فيها يعني عواض الليوز كتكون كوكو بنكها ديال وكنخليوها لأن العديد من الناس كيف يفضلوها بحكم العمل اليالي كنكي يجيوني بزاف الناس وخير عندهم إمكانيات ما ديال كي يبغيوها ديال الكوكو على ديال الليوز إلا بغيتها تجيك بديال كوكو بالمضاق ديال الليوز فانت كتدري العقدة يعني ديال الكوكو عادية كتدري النص مقلي والنص كتخليه كما هو وكتجمعي من الأحسن جمعي بنيسلي كاراميل أو بنيسلي الأبيض كتجي مدق مميز وكتجي احتى هي ناجحة وكنحتفظو بهات هاي بنا في الطريقة في بواطة وكنفرقو بين جوج كلها تبقى بالبلاستيك أو لا ما كانش المكان كنوضعها في تلجل تحت انتقلوا دباء البلغة يعني محبوبة الجماهير سهلة جدا في التحضير وكتجي ناجحة مئة في المئة وطيتها لكم سنة الماضيانية بطريقة ناجحة ومبسطة باش تغياد غياء تحضروها بدون مجهود يعني وكتجي فيها نص ديال الدقيق ونص ديال الزنجلان يعني اللي بغى تجربها تجربها وعينها بغمضين انا كتجي زوينة بزاف وحتى هي كنحتفظو بها في المجمد بنفس الطريقة ما بغيتو تحتفظو بها هنا ما بقاش الوقت بزاف كتير دروها في تلاجة يخصها البرودة عدنا البقلاوة اللي حضرت معاكم بالعجنة ديال الفيلو تجي تهيارة عجلتان تجي الديدة ويعني وراقية في شكل ديالها وكننحضروه ماشي بالعسل المنزلي نديروه بالعسل نوعية جيدة لما كنتش عمدتكم الحرة نديرو الزمزمي او لا الشفاء نسقيها بشكل جيد كتجي زوينة بزاف الأخوات اللي سولوني واش نديروها بالورقة البسطيلة ديالنا العادية فلا تجيش نفس النتيجة ديال الورق ديال الفيلو هي لما توفر لكم بنفس الطريقة تجي تقريبا بحل المحنشة في المدق وفي الشكل ديالها وبالنسبة للإحتفاظ فأكيد كنت أكد لكم أنكم ممكن نديروها في المجمد بعد الأخوات قالوا بأن هذا الفيلومي كانش بدوها من المجمد فلا تبقى مقرمشة بالعكس كما هي يعني ممواشرة من المجمد دخلوها غير ديقون جولة لا تصخنوها محتى حاجة كتبقى جيدة ومقرمشة بنفس الجودة دابا انتقلوا المعسلات الأخرى بحل هاد الفرشة يعني كتجي شيشة مكوناتها بسيطة وحتى هي سهلة في التحضير وحتى هي كنعسلها بعسل اللي هي تقيلة شيئا ما وكننحتفظوا بها في المجمد كتبقى حتى هي مزيانة باب التغيير كنتخلو بحل هاد الوصفات هذي هاد الوصفات التقليدية الممعروفة عندنا اللي ما كتخطاش البيوت ديالنا معليش ننعو واحد شوية مرة 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 وكننحتى السنتير يعني اللي معروف عندنا كمعسلة رمضانية اقتصادية وكتجي مقرمشة ولديدة بزيف ممكن تضيفوا اي منكيه يعني ممكن تضيفوا القرفة ممكن تضيفوا الزنجلان غير هما شرط يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين بشكل جيد باش مكنت تقطع لناش العاجين نهائيا يعني اثناء التحضير إذا بغيتوا تضيفوا من غير السكر الفانيلا ضيفوا اللي بغيتوا نافع او القرفة او زنجلان غير شرط يكونوا مطحونين مزيان احتفظوا بها في المجمد بنفس الطريقة احتفظوا بها في المجمد او لا تحتفظوا بها في تلاجة التحت إذا كنتوا قريب لرمضان اقتصادية وسهلة لا تنسوا المقروض في الفرن سهل جدا في التحضير التهواء اقتصادي هذه هي مجموعة المعسلات والحلويات الرمضانية اللي محضرت معكم نتمنى هذا الفيديو يكونوا لإعجابكم جميع الروابط ان شاء الله تلقوها في صندوق الوصف يعني باش ما ضغطوا تلقوا جميع الوصفات تحضروها بطريقة صحيحة طبعا ان مجموعة من الأخوات تحضروه والله الحمد عجباتكم من الإعجاب وكيف يفرحون وكيف يفرحون والأخوات اللي لا تنسوا معهم شي وصفة فتأكدي انك تدريش خطأ حاولي تبعي النصائح كما هي ما تغفر لي لنجاح الوصفات رمضان مبارك سعيد اي استفسار اخر فانا في الخدمة طبعا وشكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء السلام موسيقى